نورنا عالكوه 24، ببارك لك النهار ده طبعاً على مشاركتك مسرحية الحبيب شايفي بقى عماتها التجربة بشكل عين ازاي والتحديات اللي قابلتك خلال المسرحية حدثين عدوك هو أنا مبدئياً ما كنتش في المواسم القديمة أنا مشاركة جديدة في الموسم ده بالنسبة العرض هو العرض يعني الغني عن التعليف وبيحكي قضايا مهمة جداً وأنا يعني الدور بتاعي بيناقش قضايا مهمة مفهودة مننا نوصل يعني إطارية التربية ممكن هل هتأثر بالسلب ولا الإجابة هل لما تضغط ابنك أو بنتك الموضوع هيوصل لإيه أنا مبسوطة جداً أنا في الحفيد ومبسوطة جداً بالتجربة وبالكست وكل حاجة يعني حقيقة ضفت لك كثير شايفي برضو متقدير من شكل التمعية والعائلية بشكل كميدة إزاي ما هو مش لازم دائماً نقدم الحاجة بشكلها اللي هو المأساوي يعني في حاجة برضو يعني احنا طول الوقت برضو ممكن نتعرض لمواقف مش لازم يبقى كده ممكن حد يقولك كلمة توجعت بهزار فمش طول الوقت الحاجة تتقدم يعني مفيش شكل معين مفيش تي معين في الحياة من المشاكل بيتقدم بشكله بس إحنا عندنا في العرض بنقدم بكل الأشكال يعني مش كله كوميدي ومش كله عندنا كل حاجة خلميني برضو عم تصل العمل وكله تعاول مع بعضك لا أهوزي أحلى حاجة في الدنيا إنك أصلا تشتغلي مع كلاست مريح ونتمنى نخلق لبعض ونساعد بعض ونفيش نفسيات مفيش حد يداي أو يعني مفيش كلام ده فعلا خلص يمكن دي أكتر حاجة تخليكي أصلا أنا حاب قاجي لبروفر على العكس ما تروحي مكان طاقته مش مريحتي لأ بالعكس كله وقلبه على بعض ونشجع بعض ولأ انت هتبقى كويس يعني روحي له قوي الحمد لله هل تتعامل مع سامة إبراهيم كذلك؟ سامة إبراهيم دي حبيبة قلبي نقص مش أمر أشتغل معاها وعملنا مع بعض قبل كده شروفت موبي بس كان من فترة وإحنا في المعهد مع بعض وهي ممثلة جميلة ومخرجة أمر فيعني هي حقيقي حقيقي وادة العرض في حده هنج بتساعدك برضو في اللي فيش هممثلة برضو؟ إحنا مع بعض يعني إحنا مع بعض رحنا واحدة دي أحلى حاجة وأهم حاجة أنا شخص جدا ليس بس طيب بس طيب